تصدف مملكة البحرين ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الندوة الدورية السادسة عشر لأجهزة التقاعد والتأمينات لدول مجلس التعاون الخليجي تأتي الندوة تحت عنوان الاستدامة المالية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف تبادل الخبرات والتجارب التي تضمنتها أوراق العمل المعروضة في الندوة من قبل المختصين في أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مساعي حثيثة وجهود دؤوبة للوصول إلى رؤى خليجية مشتركة في مجال الاستدامة المالية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تنعقد الندوة الدورية السادسة عشر لأجهزة التقاعد والتأمينات لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء عدة عوامل ومتغيرات تتطلب وضع خطة استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة لما تعتمد عليها صناديق التقاعدية على إرادات الاشتراكات التأمينية والعوائد المحصلة من استثمارات أصول الصناديق والتي من المهم إدارتها بحذر وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات العوائد المجزية والمخاطر المتدنية موضوع الندوة هذه السنة الاستدامة المالية في الصناديق التقاعدية يعني يعتبر من أبرز تحديات بالنسبة حق كل الأجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون تناولنا الموضوع من عدة محاور بدأنا في تعريف الاستدامة المالية والعوامل المؤثرة فيها نحن نفس الظروف نعيشها في دول مجلس التعاون تقريبا حتى صناديق أسسها وتأسيسها من البداية على نفس الأسس اليوم يعد فهم الصناديق سواء كان في دول الخليج أو دول العالم لتغيرات الديمغرافية وأثرها على استدامة الصناديق مهم جدا حيث أن هذه المتغيرات أثرها بتأثير مباشر على استدامة الصناديق استدامة اليوم عنصر أساسي في استدامة الصناديق للأجيال القادمة ونطلع إن شاء الله لتوصيات مثرية مشاركات قيمة من جميع دول مجلس التعاون تأتي الندوة الدورية السادسة عشر لأجهزة التقاعد والتأمينات لدول مجلس التعاون بمواضيع متعددة شاملات الاستدامة المالية والتغيرات الديمغرافية وإصلاحات النظم التأمينية والاستثمار بالإضافة إلى إدارة المخاطر بحضور ممثلي صناديق التقاعد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقيقة نحن مشاركتنا لورقتين الورقة الأولى أهمية تنويع المحفظ الاستثمارية والورقة الثانية مخاطر الاستثمار تكمن أهمية المشاركتين هذه في عدة نقاط في تنويع الاستثمارات مختلف القطاعات والأصول الاستثمارية ونحن مشاركين في ورقتين عمل إن شاء الله خاصة بتحليل المخاطر وفي الاستدامة في صناديق الاستثمار ونتمنى إن شاء الله يكون فيه فائدة عامة لكافة مواطنين دول مجلس التعاون تعتبر التغييرات الديمغرافية أبرز الملفات المهمة التي طرحت ضمن محاور النقاش في الندوة حيث أن زيادة عدد المتقاعدين وانخفاض عدد المؤمن عليهم مؤثر بارز على استدامة الصناديق التقاعدية الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل زيادة سن التقاعد أو زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تحقيق الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية من أهم التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتأتي هذه الندوة لتطوير حلول مبتكرة وفعالة من أجل مستقبل مالي أكثر استدامة وازدهار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين